اشتركوا في القناة 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 اول باول لان دي هتفيدهم جدا جدا وممكن يكون المريض زيرو ده موجود في مينيسوتا اصلا وبيسألوا تاني عن مين اللي عدوا قبل ما حمادا يجاوب على مورجان بيتدخل العقيد ليو في الحوار وبيكلمهم من خلال مايك كده وقتها حمادا بيدخل في حالة هياج مش طبيعية وبيبدأهم فاعل ويحاول يفك نفسه فمورجان بيخرج من القودة عشان يسيبه يهدى تاني وبيكونش طايا نفسه لانه كان ماشي حلو اصلا وحمادا بمتجاوب معاه واللي بقوز الدنيا هو تدخل العقيد ليو في الموضوع ده في الوقت الحالي بقى بيشوف العقيد ليو ومتعصب على مورجان جدا وبيقول له يدخل تاني يكمل استجوابه ولكن مورجان ما بيقاش طيو وبيعمل نفسه ما اسمعش اي حاجة وبينفض له يعني فبيتعصب العقيد ليو وقتها وبيدخل بينفعال يضرب حمادا طلقا يموته حمادا مهرفز زنبو يجدعنا عمل لكو ايه يعني حاليا بقى بيكون مورجان منفعال وبيتخاني مع العقيد وبيقول له بسببه فقط مريض مهم جدا كممكن جدا يكون هو المريض رقم صفر اساسا او كان هيوصلنا لمريضه رقم صفر ويعرفتها بقى هو مين بعد كده بقى بنشوف روزويا رايحة وورا مورجان وبتهديه وبتقول له انهم لسه ما يقسوش ويوصلوا لهم عايزين بعدها بتخلص مع مورجان بتروح للعقيد ليو وبتقول له لو قرر العمل ده التاني هيترفض من شغله وانها مش هتسكت له ساعتها يا صديق انه نعرف ان العقيد ليو غيران على روز اصلا وانه روز مش مديال ووش تماما وشكلها كده وقع في حب صاحبنا مورجان ومنفضة ليو عن ناحية التانية يعني حاليا بقى مورجان بيكون داخل على المكان اللي بيتحفزوا فيه على المصابين اللي بيبضوا عليهم بيروح بقى للمصاب التاني اللي لسه ما استجوبوش وبيدي له حوالا وبيطلب منه وياخدها عشان يساعد نفسه بيبدأ بقى الجنود يخرجوا الحالة دي وادوها للقضاء اللي مورجان بتعامل فيها مع الحالات ولكن المصاب بيقدر يفوك نفسه وبيعض الجندي اللي كان بيكتفه ساعتها كارلوس بيتنخل بسرعة عشان ينقذ الجندي لكن المريب بيعض هو كمان من ايدي بيطلعوا كارلوس من قد ساعتها عشان يسعفوه وروز بتطير له ييد بسرعة قبل ما المرض ينتشر في بقى الجسم ويحول ببدأ المورجان وروز يسعفوا في كارلوس لوقت طويل ولما ما بيعرفوش يسعفوه وبشوفوا انه بدأ يتحول بيتدخل تاني العقد لي ويطلع سلاحة وزيري به وبيخلص على كارلوس بيطلعتين وبعد ما روز ومورجان زالوا على موت كارلوس فضل يوصف بعض يعني اصلا يعمل يعني الحية يبقى من الميت وشوية يا صديقه وبنشوف ان مورجان دخل يكمل استجواب مع المصاب اللي بسببه مات كارلوس صديقه قبل ما يدخله روز بتأكد على انه يتعامل معاه لانه مصاب عادي خالص زي بقى المصابين ويحاول يطلع منه معلومات عن المريض رقم صفر فبيسمع مورجان كلامها وبيدخل للمصاب وبيبدأ يستجوبه وبيعرف منه انه مراته هي ان حضته اصلا وبيحاول مورجان يعرف منه اي معلومات تانية بس حظه المناحيل ان صاحبنا بيتربس دماغه مبرداش يقوله اي حاجة فمورجان بيكرر انه يدايه وبشغله اغاني بصوت عالي عشان يضعت عليه يعني ويوتره لكن المريض ده او المصاب ده بيصمم على موقفه مبيقولش لمورجان اي حاجة طبعا احنا فهمين انه الصوت العالي بيكذب الزومبي او مرضى دول يعني انهم برضو يعتبروا مرضى زومبي بيكذبوا مبيدايقهم المهمة مورجان بيزا وبيجيب اخره وفيطلع سلاحه بس بيتمسك واخر اللحظة وبيسيبه في الوقت الحال بقى صديقي بعد ما فقد مورجان الامل في الحالة دي بيعمل هو ورز اجتماع بيقنعوا فيه اللجنة انه ممكن يوصلوا لحل لو كثفوا البحث في نفس المكان اللي جابوا منه الحالتين دول بيوافيه المسؤول عن اللجنة ولكن في الناحة الثلاثة دي من اكتشف ان امرأة مورجان من ضمن المصابين اصلا وبنشوفه ورايح يديها حون يتاخدها وبيطلب منها ما تستسلمش ابدا وبيعرفها انه قرى بيوصل للمريض رقم صفر اللي هياخب منه مصليش فيها ويشفي كل اللي تصابه دول وبنشوف بعدها دكتورة روز ويهة بتتكلم مع مورجان وبتقول انها لازم تحلله عشان تعرف ايه المادة اللي بيقوم الفيروس دي في دمه بما انه يعني اتعاد من مرضى ومتحاولش زي يوم يعني وده الصراحة السؤال اللي كان في بالي طول الفيلم طالما ده اتعاد وما تصابش ليه ما نشوفش ايه اللي جواه يمكن يكون العلاقة اصل بيكم بقى كلامها بيطول له حاجة كمان وهي النوم وما اخدوا عيانة دم منه حقنوها في الفيران فيش دقائي اللي لو كانوا الفيران دول عليهم اعراض الاصابة بمرضى الصراح ده تقعد بقى روز تتكلم معاه شوية وبتقول له النوم لو ملاقش المريض زيره كده بمرض مورجان كمان هتموت فبيتدايب مورجان هو بيتعصب وبيقوم هو بيصبر نفسه وبيتحدى الروز وبيقول لها النوم هيوصى له الحل فقارب وقت حاليا بقى صديقي بيدخل مورجان رائع شوية واول لما بيرف النوم بيحلم باليوم اللي هجم فيه المصابين عليه هو امراضه وده الكابوس اللي بيحلم به على طول ساعتها المصابين داخل عليه هو امراض في العربية وعدهم هما الاتنين وساعتها مرضه تصابت وطبعا هو ما تصابش بيصحى مورجان مفزوع تاني ولكن بيكون صحيان وده في وقته لان في تلاجت الموتى بنشوف ان العاقيد ليه وبيلف على الجسس المريضة اللي ماتوا من جنوده وبيحضر تكفينهم وبيتفاجوا ساعتها ان كان في منهم واحد لسه عايش وبيفوق بسرعة بيبدأ يعض في الجندي اللي كان بيكفنه فاول لما بيتعد بيبدأ يتحول فالعاقيد ليه بيقتله بسرعة وقبل ما يقتل المريض نفسه بيدخل مورجان بسرعة وبيخليش ليه يقتله وبيقول له انه عاوز يستجبه وبيخلي الجنود يكتفه ويحطه في القوضة المغلقة دي بعد ما بدخل القوضة بيشغل مورجان اللي غانب ستعالي طبعا المرضى المصابين دول بيتعصبه لكن المصاب ده كان غريب قوي تنلع صجارة من جيبه وبدأ يعيش رفيا وما تأثرش بأي حاجة من أساليب الضغط اللي مورجان بيتبعها معاه فبيحاول مورجان يستجوبه يدوه وبعد وقت طويل بيكرر المريض انه يبحبحها شوية يعني ويحكي او لما بدأ يتكلم بيرجع فلاش باكة صديقي وبنشوف المريض ده وهو استاذ جامعي هو بيدرس للطلاب بتوع وساعتها بيجي له مكلمة من مراته بيخرج من المحاضرة يرد عليه بيعرف منها ان المرض انتشر جدا والشوارع مالية نفوضة وان الاحصائيات في التلفزيون بتقول ان الاعداد زادت قوي وساعتها بيطعم مكلمته مع امراته صوت صراخ الطلبة بتوعه بيحاول المدرس انه يجري عشان يغرب ولكن بيظهر طالب من عنده مريض وبيفضل يجري وراء لحد لما بيمسكه وبيعطه ده بقى بيروح الاستاذ ده للبيت بقى لما امراته بتفتح له وبيخلص عليها وبيخلص على بنته نرجع بقى من فلاش باك ده وبنشوف ان المرجان اصلا تعصب جدا ومفعل عليه وضربه بنيه في وشه فروس بتهديه بتقول له تمسك عن كده وبيهدى مرجان وبيبدأ يستجوبه تاني وساعتها المصاب بيقوله ان البشر هم العدوى اساسا وان البشر هم اللي محتاجين يتعالجه بيحاول مرجان يكمل استجواب معاه ولكنه ما بيوصلش مع الحالة تاني لان المصاب بدأ يماطل فحاليا بقى بيمشي عليه مرجان جهاز كشف المعادن كده وما بيلايش معه حاجة فبيسيبه وبيروح للمصاب اللي كان قاعد معاه قبله حاليا بقى بالنال المرجان بيحاول يستفزه عشان يخرج منه اي كلام بس بيتفاجئ ان المصاب عمال يخبط دماغه في الحيطة وعاوز يموت نفسه فبيدخل مرجان بسرعة وبيمشي عليه جهاز كشف المعادن فبيتصدم ان ما بيلاقي في جسمه جهاز تعقب في الوقت الحال بقى بيكتمع مرجان بروز والقايد اندرسون وبيعرفهم بجهاز التعقب اللي لقىه وبيقول لهم مرجان انه اكيد اللي زرع الجهاز ده في الحالة مصاب زيه بس دماغه يعني شنغالة وعمل كده عشان لهم بسكناه يعرف يوصل لنا وما فيش دقيقة من كلامهم وبيسمعوا صوت عالي جدا بيعرفوا منهم ان المصابين فعلا وصلوا للميكان من خلال جهاز التتبع ده وبيجري مرجان عشان ينقذ مراته قبل ما حد يوصل لها لانها الرابط تتعافى وهتقى بنشوف ان المرضى انتشر في المكان وقتلوا حدد كبير جدا من الجنود بعدها روز وليو بيحاول يقربه وبنشوف ان ليو قتل القائد بتاعهم فروز بتزعق له وبيقول لها انه مفروض يعني تشكره انه انقذة وروز بداخل منه السلاح وبتقتله عشان مشاكله كترة الراجل ده الصراحة عن ناحا التانية بقى صديقي بتجف ان مورجان ووصل للمراته وبيحاول انه كناها تمشي معاه بفضل تقوله يسيبها ويمشي حسن لا تيزي غصب عنها ولا حاجة لكنه بقول لانه بيحبها وبيثق فيها وعارف انها مش تيزي فعلا يا صديقي تمشي معاه من الجرمة تيزي وساعتها روز بتقابلهم وبترفع سلاحها عشان تيتل مرات مورجان لانها عارف يعني انها مصابة وممكن تيزيهم في ثانية لكن مورجان بيفاهمها ان حالة مراته تحصلت ومش خطر زي الباقيين لان العلاج اللي بتاخده جايب معاها نتيجة فبتنزل روز سلاحها وبيروحوا سواء عشان روز تجيب ابحاثها وهم ماشيين رايحين المعمل بيوجم عليهم مورجان بيتلوا فور لكن بيتسطموا بقى لما بيلاول مكان مليان مصابين وفي مصابين محاصرين المكتب حواليهم وساعة بتختراح عليهم روز انهم يغربوا من فتحة التهوية بتاعت السقف وهم ماشيين فتحة التهوية فعلا في حديدة بتقع المصابين فبيعرفوا ان في حد فتحة التهوية والمصابين لما بتتجمع بتتجمع وهم بعينة مورجان بس مرات مورجان بتتصرف وبتقتل الفردة وساعتها بيشوفوا سر بفران داخل عليهم لكن اللي بينقظهم من الفران دي ان الحديد بتاع فتحة التهوية بيقع بهم وبيقدر ينقذوا بعض ويعدوا على خير حاليا بقى بعد ما وايعوا بيقابل مدرس المصاب اللي كان مورجان بيستجونوا من شوية وقتها بقى بيقول لمورجان بالنص بص يا مورجان حبيبي انا اضطر النمويتك لان انت المريد رقم زيرو اصلا وانا لو ما تلتكش كده انت هياخدوك وهياخدوه ورعة من دمك ويشوفوا الناس اللي اتصابت دي كلها وبكده انت هتوقف نموينه وبيلمو السجرة وبيدخل على مورجان عشان يخنص عليه ويبدأ يضرب فيه على امل يعني ان يموته ويعجزه على ما بقى المصابين توصل لكن ساعتها يجيب مرات مورجان بتحاول تنقذه حد لما بيستجمع مورجان قوته وبيغبط المريد ده في سيخ شاورمة قصد يعني سيخ حديد طويل جدا بيجيب اجله وبيسيبه بقى يتشف براحته وفي الوقت الحالي بقى بيشوف قطيع كبير جدا من المصابين قربوا من المكان اللي مورجان فيه طبعا كلهم جايين عشان عايزين يخنص على مورجان قبل ما حد ياخد منه مصل ويشفيهم فبتقف جيم مراته عشان تقنعه انه يهرب هو وروز وبتعرفوا ان هي هتعطلهم وبتخربهم وبتدخل هي لانها اصلا مصابة زيهم وبتخرجوا من مخرج كده قبل ما تقفل الباب بتقول لمورجان ان روز حامل منه مش قلتلك انها بتحب صاحبنا المهم ان مورجان بيستم ساعتها وبيبصه الروز يسألها هي حامل فعلا بتداري وشها وبتسكت ما بتتكلمش مكسوفة يعني بس ساعتها بيكون جيم مرات مورجان وسطه على نفسه ووسطه يهرب بسرعة وقفت الباب عشان يهرب بيفضل مورجان يسرخ وينادي عليه عشان تفتحله وبيفضل يقول لها انا بحبك بس ده ما بيكونش وقته يعني يا صديقي يعني الدنيا العالم بينته المهم ان بعدها بيسترجع دماغه على طول وبيعرف ان الحي ابا من ميت طبعا وبياخد روز وبيخرج بيها وبيكون مصفكة فوصبة وسيطة كده فبتساعد روز على ما يخرجوا من القاعدة وفي الوقت ده بيكون جميش المصابين دخلوا المكان فهروز بتقول ل مورجان يعني كده خلاص اللي عبا شكلها بتقفل وقربوا يمسكوهم ولكن مورجان بيقول لها بتحدي كده يعني انهم هيعرفوا يكملوا وانهم قدوا كل الظروف دي وبياخدها على متسكلي وبيمشوا وبعدها بنشوف ان كل البشر ماشيين مصابين وبيجروا باسترية وبيبدأ مورجان بقى يقول لنا خطاب كده فيه معناه يعني انه رغم كل البشر بقوا فيه من ضعفوا مرض لانهم لازم يتفاعلوا ويحاربوا عشان يلاقوا حلول او يتأقلموا مع الوضع مع مكان خطير انا عرفش يعني فين البشر اللي فاضلين لها اكتر من 7 مليار واحد مصاب فين بقى البشر اللي فاضلوا عايشين وطبعا بقى يعيش هو وروز ويحاولوا ربه طفلهم اللي جاي فيه السكة ده وبس بيخلاص الفيلم على كده مورجن يعني خرابها وقعد على تلها وبكي يكون صناعة الفيديو صديقي ونهاية الفيلم كمان بالنسبة لمراجعة الفيلم فما عنديش كلام كتير اقوله فيلم قديم ناس كتير عارفه اصلا ولكنه كان نوعا ما كويس وبس طبعا كالعادة في نهايات كده ببوز الفيلم كل اللي خلا فيلم وورل دورزي وحلو هو ان الفيلم بنهايته كانت كويس نهايته في الاخر عرفنا اللي لا يحصل بعد الخراب ده كله الزومب اللي فاضل ده يعني يعرفه طريقة يعني انه هو يسيبوه يخمل ويموت وفيه ناس جال علاج وفيه ناس مش عارفه فيلم تقفل افلة مفهومة كنت تقفل الفيلم افلة مفتوح عشان تعمل الجزي تاني ده سبب من اسباب في رأي يعني ما بيرجعش الفيلم اوي او لو نجح الفيلم بيبقى الناس مالدائقة منه ولو جيه جزي تاني فبقاش حلو فتقيمني في المدى وسط 18 عشان نتعمل لوك اشتركوا ونطفق على الجرس اشتركوا فيديو جاي يلا سلام